عارفين مغارة علي بابا؟ عارفين الكصة بتاعت مغارة علي بابا؟ اللي هو دخل ولقى ياقوت ومرجان وكنز كبير جداً؟ عارفين الحكاية دي؟ كصة مشهورة يعني احنا عندنا كنز زي ده عندنا كنز زي ده ولسه محدش دخل ينقب فيه في بعض الحاجات اللي بتقع كده حتة مرجان حتة ياقوت حتة دهب بتقع كده وبنلحق ناخدها ولاي القوش في كنز كبير ليه مستخسرين؟ ليه مش بندور؟ ليه متأخرين؟ الكنز ده لعيبة من قصون مصرية بتلعب في أندية أوروبية لعيبة كتير كتير النهاردة مع فريق عمل البرنامج ومع الصديق العزيز محمد جمال هيبقى ضيفه بعد شوية عادنا ندور على اسماء وندور على لعبين من أصول مصرية ينفع يلعبوا المنتخب مصر اكتشفنا انه فيه لعيبة بتلعب في أندية أوروبية كبيرة وأندية أوروبية متوسطة وأندية أوروبية ممكن ما تبقاش كبيرة بس برضو لعيبة مفيدة هتقول لي يا عم كريم ما إحنا طول عمرنا عايشين باللاعب المحلي وكسبنا ثلاثة كاس أفريقيا 2006-2008-2010 بمجموعة من اللاعبين المحليين أقول لك ده استثناء مش هقول لك صوت مش هقلم الإنجاز شواء كان إنجاز طبعا وأداء رائع جدا بس استثناء جيل استثنائي جيل استثنائي قعد معك 4-5 سنين ما ينفعش نبني عليه أبدا ويبقى القعدة ده استثناء القعدة إيه القعدة اللي لازم يبقى عندك قعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين قعدة كبيرة من اللاعبين اللي بتنشط دوريات أوروبية كبيرة أو حتى مش كبيرة فكرة اللاعب المحلي حاضط في دماغك إنك هتروح تنافس بيه على مستويات كبيرة أنا في الهلق ضبا ومفتاح مستحيل ليه يا عم مستحيل عشان الصدفة أو الاستثناء ما بتتقررش كل شوية ممكن تبقى مرة في العمر بس هي مش القعدة والدليل إن المغرب توهجت في كاس العالم بعدد كبير من اللاعبين اللي بيلعووا في أوروبا عدد كبير من اللاعبين اللي أصولهم مغربية اللي تولدوا وعاشوا في أوروبا أصلا مكنوش لعبوا في الدولة المغربي نفس الأمر في غانا اللي جددت منتخبها كله أو معظم اللاعبين يعني فيه بيلعبين أصولهم غنية قبل كاس العالم مباشرة رغم إنهم ما ظهروا في كاس الأمر الأفريقية المنتخب الغاني بشكل مش كبير بس بسرعة راحوا لأمه كم واحد أصولهم غنية ولعب بيهم كاس العالم نفس الأمر في السنغال نفس الأمر في كوديفوار نفس الأمر في الكاميرون نفس الأمر في نيجيريا نفس الأمر في الجزائر إحنا بعيد متأخرين وبصراحة شديدة نحن النهاردة هنفتح الملف ده وهناخد فيه وقت كبير بصراحة شديدة وهفضل أقولها ورزق على الله الدوري بتاعنا ده الدوري بتاعنا ده ما يطلعش لعيبة دولية من الآخر منافسات ضعيفة توقفات كثيرة يعني قطاعات ناشئين ضعيفة مدربين قليلين منهم اللي كويسين حالة فيها منوشات وأزمات طول الوقت فأنت مش هتطلع بصراحة يعني لعيبة تلعب في كاس عالم بالكتير تطلع لعيبة ممكن ممكن تأدي في كاس الأمر الأفريقية ولو لعبت في كاس الأمر الأفريقية لازم تدوز بنزين على الآخر زي ما حصل في كاس الأمر الأخيرة أنت كده كده فنيا على الورق أقل من كل المنتخبات اللي أنت عرفت تتخطاها في كاس الأمر الأفريقية الأخيرة يعني كل المنتخبات أو معظم المنتخبات ترجمة نانسي قنقر